ينضم إلينا هاتفية من الخرطوم الدكتور رفعة تأمرغاني رئيس المفاوضية قومية لحقوق الإنسان في السودان مرحبا بك دكتور إذن هي تحركات مصرية وأفريقية عاجلة لاحتواء الموقف في السودان أحدثتها أيضا اتصالات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الفريق برهان قائد ميليشيا قائد قوات المسلحة السودانية وأيضا قائد ميليشيا الدعم السرية كيف تقرأ هذه التحركات إذن؟ مرحبا بك أستاذة أميمة نحن بالتأكيد طبعا معنيون أكثر بالوضع الإنساني معنيون بأن تتحسن أحوال الناس على الأرض لذلك نحن نرحب بجميع المبادرات من الأشقاء ومن المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة السودانية بشكل يحقن دماء الناس وبشكل أيضا يوفر جميع الاحتياجات وجميع الحقوق لجميع السكان المدنيين في السودان لأن هذا النذاع الذي نعانيه الآن هو النذاع فيه كثير من المشكلات نحن الآن نتحدث عن أن لدينا مشكلات متعددة كما تتابعون وكما يتابع العالم بشكل عام لذلك نحن نرحب بجميع هذه المبادرات نطالب دائما طرفيا النزاع بأن يحكموا صوت العقل هذا الذي يحدث في السودان على درجة عالية من الخطورة نعم طيب الخارجية السودانية طلبت المجتمع الدولي أيضا ومنظمة إيجاد طلبتهم بإدانة سلوك ميليشيا الدعم السريع وبانتهاكهم أيضا مستمر ضد الدولة السودانية والمواطنين والبعثات الديبلوماسية إلى أي مدى يمكن أن يتعاطى المجتمع الدولي مع هذه الدعوات من اعتقادك سامحين أستاذ أنا لا أستطيع التعليق على هذه الجزئية لأنها خارج مهمة نحن مؤسسة وطنية مستقلة بالتأكيد أن نتعامل مع وضع محدد الآن نحن في حالة النزاع المسلح هذا النزاع المسلح أثر على حقوق السكان المدنيين بشكل أساسي نحن معنيون بهذه المسألة نعم طيب بالنسبة الخسر الأكبر الآن في كل ما يجري على أرض السودان هو الشعب السوداني الذي تتفاقم أوضاعه الإنسانية والمعيشية بشكل كارثي وأنتم كرئيس المفاوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان ما هو الجديد من وجهة نظرك في هذا الملف وأيضا كيف يمكن تجاوز هذه الأوضاع المأساوية في الوقت الحالي أنا بالتأكيد طبعا نحن نتابع يعني نحن مهتمون أكثر الآن بمسألة الوضع الصحيح هناك تقارير بأن أكثر من 12 ألف شخص يعانون من مسألة الفشل الكلوي ومعرضون لخطر الموتى الآن لأنهم يحتاجون إلى عمليات لغسل الكلة الآن هذه العمليات متوقفة الآن نسمع إلى معلومات تفيد بأن المستشفيات نفسها صارت يعني ربما تستخدم لأغراض عسكرية وفي بعض الأحيان تعرضت المستشفيات للإجتباكات تعرضت للقصف أيضا هذا الوضع يعني فيه خطورة كبيرة جدا على حقوق السكان المدنيين فيه خطورة أيضا على مسألة أن هذا النظام الصحي الموجود في السودان الآن هو على وشك الانهيار وفقا للتقارير الطبية نحن الآن بحاجة لأن تخلى المستشفيات من جميع المظاهر العسكرية أن يتم إبعاد جميع المظاهر العسكرية من نواحي المستشفيات أو حوالي المستشفيات أن تفتح ممرات آمنة لتمكين الإزعاف لتمكين الإمدادات الطبية لتمكين الخدمات الطبية الضرورية لوصول جميع المستلزمات الطبية للمستشفيات أيضا أن يكون هناك احترام لهذه المستشفيات باعتبارها أعيام مدنية لا يجب أن تستخدم لأغراض عسكرية وأيضا لا يمكن أن يتم التعامل معها كأهداف عسكرية تحت أي ظرف من الظروف هذه المشكلة نحن نعانيها الآن بشكل واضح أيضا نعاني مشكلة انقطاع التيار الكهربائي نعاني مشكلة انقطاع المياه الصالحة للشرب عن عدد من مناطق العاصمة لذلك نحن بحاجة إلى أن يتم وقف شامل إطلاق النار أن يكون على الأقل هناك هدنة لفترة معقولة تمكن الناس من الحصول على احتياجاتهم الأساسية تمكن النظام الصحي من العودة للعمل بشكل كامل تمكن أيضا الأشخاص من الحصول على احتياجاتهم على ضرورياتهم على كل المسائل التي لا علاقة بإبقائهم على قيد الحياة نحن الآن نتحدث عن أننا أمام وضع كارثي هذا الوضع الكارثي يجب أن تستجيب طرفي النزاع لصوت العقل يجب أن يحكم صوت العقل هذا الذي يحدث يعني يؤدي إلى تدمير البلد بشكل كامل يؤدي إلى تدمير الناس بشكل أساسي الآن نحن نتحدث عن أن هناك عدد من الأشخاص شردوا داخليا أن هناك عدد من الأشخاص لجوا إلى أشقائنا في دول الجوار وخصوصا جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان الآن هناك أشخاص داخل القرطوم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الأدوية بما فيهم كما ذكرت آنفا أن هناك 12 ألف شخص الآن معرضين لخطر الموت نتيجة لإصابتهم بالفشل الكلوي ولنقص الأدوية لنقص عمليات الغسيل الكلوي في المستشفى نعم وقد تفضلت بذكر ذلك حضرتك دكتور رفعت كنت معي من الخرطوم دكتور رفعت مريغاني رئيس المفاوضية قومي لحقوق الإنسان في السودان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك